من جهته رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ بالمبادرة الإنسانية للتحالف العربي بقيادة السعودية في إطار الهدنة وإتفاق الأسرة وأشار جروندبرغ في إبيان إلى أن ميليشيات الحوثي والحكومة الشرعية اتفقا الشهر الماضي على عملية تبادل جديدة من خلال مكتب الأمم المتحدة وحث المبعوث الأممي الطرفين على التوافق حول تفاصيل التبادل حتى يتم لم شمل الأسر في أقرب وقت ترجمة نانسي قنقر